على اكثر من جبهة تشتعل المواجهة مع داعش في غرب الانبار وفي شمال صلاح الدين بروانا والشاع في حديثة عالجان خرقا امنيا لم يكن ليحصل لولا هجمات داعش الانتحارية على مواقع عسكرية وامنية وفي طقس اسهم في تأخر الغطاء الجوي العراقي في مكحول شمال تكريت تعتمد القوات على وحدات الصواريخ الحرارية لصعوبة ووعورة المنطقة وضرورة الحسم فيها ومنع داعش من تهديد سبايكر وقاعدتها ويريد ان يجهض اي انتصار الجيش العراقي والقوات العراقية والابناء العشر وابناء المنطقة لذلك محدث في الرمادي هو يحاول ان يقل من اهميته المنسق العام لولايات الحدود في داعش وقائد عمليات الفرات في التنظيم ثامر المحلاوي قضى بضربة جوية بعدما دل عليه ذو القرب الذين عانوا من ممارسات الرجل ضربة وصيد ثمين وفق ما يقوله عسكريون تمتد المعالجات الامنية الى شرق الرمادي حيث تلم شاهد والهدف الصوفية وما تشكله من عقدة امنية اساس الحرب فيها استنزاف داعش داخل المدن نعود الى الاسلوب الذي كان يستخدمه داعش عدما يحاصر احدى العشار التي كان يريد ان يقتحمها بان يعمل على كثير من التعرضات كثير من الهجومات لكي يستنزفها من العدة والعدد ومن ثم يدخل اليها ان شاء الله سنستخدم هذا الاسلوب على جبهة غرب بغداد تستمر مهمات قيادة عمليات بغداد في دوليبة والنعامية في تنسيق امني وعسكري يحد من حركة داعش جنوب شرق الفلوجة منورة من داعش على اكثر من جبهة لرد الاعتبار لمسلحيه وخلط اوراق خسارة مركز الرمادي وجولة عسكرية للامن العراقي يراد لها ان تبقى بقوة وبزخم ميداني لا يسمح للتنظيم بالحركة او بتحقيقه كسب على الارض عبدالله بدران بغداد الميادين